وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والمكع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم قرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثار واجتنبوا قول الزور خنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك من الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيط